وسنتحدث عن الدور التركي في حماية الأقصى دكتور يوسف لكن أصبح جاهزا معنا الدكتور زكريا ملاحفجي الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب سيكون معنا لنتحدث عن موضوع يتعلق بالشأن الداخلي التركي دكتور يوسف موضوع السوريين هناك تصريحات بدأت تزايد على لسان أكثر من قيادي تركي والبعض يصفها بأنها متاجرة بقضية لاجئين البعض يقول بأنها تصريحات عنصرية ما حقيقة هذا الأمر وهل هناك خوف على السوريين في تركيا أشكرك كل شكر هذا موضوع وملف مهم جدا وهو الآن حديث الساعة وهو خلال اليومين الفائتين كان بداية من أشعل هذه الشرارة هي أحزاب المعارضة ثم جاء الشريك في الحكومة التركية دولة باتشلي رئيس الحزب القومي وأدى بتصريحات فهمة منها وتم ترجمتها بطريقة أتوقع لا تتماشى مع ما كان الهدف من هذا التصريح عندما تم ذكر بأنه يجب على السوريون أن يهاجروا أن يتم العودة إلى بلادهم إذا ما رغبوا في ذلك والضيفة لها وقت زمني وتم ترجمتها بشكل خاطئ ثم تصريحات وزير الداخلية بالأمس وتصريحات الرئيس أردوان اليوم كلها كانت يتم تجميعها وتتم تسويقها على أن هناك اختلاف في السياسة التركية في الملف الضيوف السوريين في تركيا دعنا أقول لك كلمة واحدة بداية تركيا دولة قانونية السيدي والقانون والقضاء فوق الجميع والإخوة السوريون هم ضيوفنا وما زالوا مرحب بهم طالما كانوا مرتزمين بالقوانين التركية التي سنت في ضمن ما يسمى الحماية المؤقتة حملة واضحة اليوم شرسة ضد السوريين نعم هم دائما يتم استغلال هذه الحملة قبل أي انتخابات رأينا ذلك قبل انتخابات 2018 والآن نرى أيضا يتم تحريض أو استفزاز أو محاولة نشر الشائعات أو محاولة أن يكون هناك إعطاء معلومات غير صحيحة باسم الحكومة والسولة هل هناك الآن موضوع مطلب ترحيل السوريين أصبح محل إجماع عند كل الأطراف في تركيا؟ لا طبعا لأن يتم ترحيل يعني أقول لك من هذا المنبر الطيب لن يتم ترحيل أي من السوريين قصرا ولن يكون هناك إرغام على أن يتم تسفير أو ترحيل أي من السوريين ما تم تصريح به هو أنه كل من يريد أن يعود من طلقاء نفسه بشكل طوعي وليس إجباري فيقدم طلب بذلك وله الحق في ذلك هذا أولا ثانيا طبعا هناك كان حملات استياء من بعض المعارضة بأن يتم الآن استغلال فترة الأعياد والسماح لهم بالعودة إلى أوطانهم ثم العودة إلى تركيا مي بالمي أنه اللي بروح الممنوع يرجع هذا ليس صحيح هذا بالمطلق غير صحيح من يريد يستطيع من الدولة الإلكترونية عن خلال الكمبيوتر أن يراجع ويقدم طلب مع شرط موافقة الجهات الأمنية المختصة وأن نتزم بالمدنة المسموح بها يحق له أن يعود جميل جميل